بحث بنك التنمية العماني تعزيز التمويل النوعي في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في سلطانة عمان خلال اللقاء المشترك بين بنك التنمية العماني والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البنك ومنظمة الزراعة العربية وآلية الاستفادة من خبرات المنظمة في تعزيز التمويل النوعي في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع يذكر أن بنك التنمية العملي اعتمد خلال العشر سنوات الأخيرة ما يقارب من عشرة ألف قرض للمشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية بقيمة إجمالية تصل إلى ستين مليون ريال عملي